بقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار بيع المحروقات لشهر تموز بنسبة تتراوح ما بين 6 و 17% و 13 و 14% مع تثبيت أسعار بيع استوانة الغاز وبند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وبموجب القرار الذي سيبدأ العمل به بعد منتصف هذه الليلة رفعت الحكومة سعر بيع البنزين أوكتان 90 بواقع 55 فلسن ليصبح 655 فلسن للتر بدلا من 600 فلسن للتر في تسعيرة الشهر الحالي كما تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 55 فلسن ليصبح 875 فلسن للتر بدلا من 820 فلسن للتر في تسعيرة الشهر الحالي أما سعر مادتي السولر والكاز فقررت لجنة التسعير رفعه بواقع 55 فلسن للتر ليصبح 465 فلسن للتر بدلا من 410 فلسن وقد تقرر تثبيت سعر استوانة الغاز للاستخدام المنزلي عند سعر 7 دنانير أما بندو فرق أسعار الوقول على فاتورة كهرباء شهر تموز فقد قررت هيئة الطاقة والمعادن تحديدها بقيمة صفر كما هو معمول به في تسعيرة شهر حزيران الحالي ترجمة نانسي قنقر